موسيقى جولة اقتصادية جديدة ونبدأها بالشأن المحلية حيث تواصل ميليشيات الحوثية جمع الجبايات والإتاوات والنهب لأموال المواطن والتجار وكافة مؤسسات القطع الخاص في مناطق سيدرتها تحت ذريعة دعم احتفالية المولد النبوية وعطى فرض الميليشيات مبارغ متفاوتة على أصحاب المحلات التجارية والصيدلية والمستشفيات كجزء من مسلسل النهب الذي تمارسه بمسميات متعددة بهدف إفقار المواطنين وتجويعهم وبحسب مصادر محلية فإن المبالغ المفروضة تتفاوت ما بين خمسين ألف ريال وخمسة آلاف ريال أكد خبر اقتصاديون أن نجهات سياسية عملت على تهريب الأموال للخارج الفلبية تحاجتها من السلاح أو لتعزيز أرصدتها أو لشراء العقارات في دول أخرى وأضاف الخبراء أن الحرب أن تجد طفيليات اجتماعية ضارة أو ما يسمى بالأثرياء الجدد الذين يكدسون أموالهم خارج القطع المصرفي رسمي ويضاربون بالأملة ويقفون وراء تدهل قوات الشرائية العملة الوطنية ودفع ملايين اليمنين للفقر المتقع وقال الخبراء أن تحقيق السلام في اليمن وتفعيل البنك المركزي لكافة أدواته سيحد من عمليات المضاربة وتهريب العملة الأجنبية ووأدي ظاهرة غسيل الأموال قال خبراء في النفط أن تطبيق قرار الحكومة رقم 75 وآلية التنفيذية بشأن استيراد المشتقات النفطية سيرفد خزينة الدولة بموارد ضريبية كبيرة قد تصل قيمتها إلى أكثر من 80 مليار ريال سنويا وذلك من منفذ الحديدة فقط وأضاف الخبراء أن القرار موجه لضبط وتنظيم تجارة المشتقات النفطية في عمم الوطن وسيضع نهاية لفوضى استيرادها والحد من التحاول على حساب مواصفات وجودة المستورد والتهريب الذي ألحق ضررا كبيرا بسيارات المواطنين وترتب عليه تكبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة وأخيرا قالت أوبيك أن المنظمة ستوارد كمية أقال من النفط في السنوات الخمس المقبلة في ظر المنتاج النفط الصخري الأمريكي ومصادر منافسة أخرى وذكرت المنظمة في تقريرها لأفاق النفط العالمي لعام 2019 إن من المتوقع تراجع إنتاج أوبيك من النفط الخام وغيره من السوائل إلى 32 مليون 800 ألف برميل يوميا بحلول 2024 مقارنة مع 35 مليون برميل يوميا في 2019 وانخفض إنتاج أوبيك في السنوات القليلة الماضية وفقا لاتفاق غير أن ذلك أدى إلى ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر